أين يوجد العقل في القلب أم في الدماغ القائلون بأن العقل في القلب يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وفي خلاف مشهور فمذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب واحتجوا بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها سورة الحج الآية 46 وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب سورة قاف الآية 37 وبهذا الحديث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب فعلم أنه ليس محلا للعقل أما القائلون بأن العقل في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ولا حجة لهم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك انظر صحيح مسلم بشرح نووي 4070 شكرا على المشاهدة إن رأيت أنك استفدت من هذا الفيديو لا تنس مشاركته مع أصدقائك لتعم الفائدة الدال على الخير كفاعله ترجمة نانسي قنقر